طيب يبقى اللي وصلنا له في الجزء اللي فات هو عبارة عن ايه ان طبعا كل لما بانطلع لفوق عن السي ليفل باي انكريز الفيشنز عن السي ليفل بيقل اللينس بتاع الاير كولم وبيقل معا الويت بتاعه اللي هو يعبر عن البريجر لما بنزل عند السي ليفل وبالتالي بيزيد اللينس بتاع الاير كولم وعليه بيزيد الويت بتاع الاير كولم ثم البرجر بيزيد تعال بقى نشوف النود دي مهمة اول نود دي 50% of the mass of the atmospheric air is present in the area between zero sea level يعني and six kilometer يعني ايه يعني انا عندي ادي سي ليفل على ارتفاع لحد سري سري كيلوميتر اجد ان 50% 50% من الماس من كتلة الهوى موجودة على ارتفاع ثلاثة معناها على ارتفاع كام وان وان لا ناين هندرد ناين تي سيفن موجود فيها 50% البقية يبقى 50% من الماس بتاع الهوى موجودة على ارتفاع ثلاثة كيلو معنى كده ايه ان معظم كتلة الهوى موجودة في المنطقة السفلية معظم الماس بتاع الاير موجود فيه lower layer of the atmosphere في تحت لان فيها 50% على تاتف كيلو بس وبقيت ال 997 كيلو فيهم الخمسين البقية التانية لا ده خد بقى اللي جيدة بقى خد اللي جايد بقى كمان اصعب ايه تسعين في المية من الاير كولم او من الوازن الاير وهو الماس بتاعت الاير اهو ناين تي برسنط موجودة ارتفاع كام 16 كيلو يبقى دي سيفل ارتفاع 16 كيلو فيها كام ناين تي برسنت يعني في عندي تسعمية ناين هندرد ايتي فور ناين هندرد ايتي فور فيهم كام تي برسنت ياه يعني تسعين في المية لحد 16 كيلو والباقي العشرة في المية الباقية متوزع على ناين هندرد ايتي فور كيلو ميتر واضح جدا برضا مع ان معظم الماس بتاعت الاير كونسنتوريت تحت في الاريا اللي هي نير زان زا اا اا زا سي ليفل طيب اللي حد دي مهمة ليه ان هيقول لك ليه هنقول دي وقت بقى هنقول حاجات فيه الدنستي هنقول بقى ايه الفرق فيها و ايه اللي هي لاقت الماس بتاعت الاير مع الدنستي اللي هي الكسافة what happened what happens to the density of air on going above sea level what happened of the density of the air ايه اللي هو كسافة الهوى اا اا اون جوينج افوف يعني طالع فوق السي ليفل طبعا كل لما بطلع للسي ليفل الدنستي بتاعتي بتقل ليه تعالى اوضحه لك هنا تعالى اوضحه لك هنا نمسح الصبورة اهو مسحنا الصبورة تعالى بقى هنشوف ايه الموضوع بتاعي بيقول لي ايه ادي السي ليفل يا جماعة تمام انت قلتلي ده كله الوان ساوزاند كيلو ميتر وده ارتفاع الاتموسفيريك انفلوب قلتلي حد 16 كيلو معظم 90% of the mass of the air موجودة في هذا الارتفاع معنى كده ان الهوى هنا يا جماعة ضغط بعضه قوي الحبيبات كلها او البارتكالز بتاعت الار لازقب بعضها قوي في هز المنطقة وكل المطلع لفوق الدنستي بتاعتها بتقل ده معناها ايه معناها ان كل المنزل تحت هيزيد الماس بتاعت الار لان الدنستي بتاعتها هنا بتزيد اها 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 شوفوا كمية اير كتير وبالتالي لما انزل تحت الماس بتاعت الار بتزيد طب لما الماس تزيد الويت هيزيد طبعا ولما الويت يزيد طب البرجر هيزيد طبعا يبقى عايز يقولك ان كل لما بنزل لتحت في كذا حاجة بتحصل ركز معايا باي جو توورد زا سي ليفل وانا رايح لتحت لسي ليفل في كذا حاجة بتحصل نمبر وان الار كولام بيزيد قد واحد الويت بتاع الار كولام بيزيد قد اتنين نمبر سري ادنستي بتاعت الار بتزيد قد تلاتة عليه البرجر بتاعي بيزيد قد اربعة هقولها كمان مرة لما بنزل تحت تعالى تعالى كده ايه واحد واقف هنا اهو اهو واقف هنا اهو اللي هو اللي سود ده كده ولا نعمل لكم لون تاني اهو نعمل لكم لون تاني الراجل اللي هو قزق ده كده ادي واحد واقف تحت اهو شايل مين شايل كل ده فواضح في كذا حاجة حصلت عشان يزود البرجر اول حاجة اللينس بتاع الار كولام بيزيد او بيزيد كمان الماس بتاعت او الويت بتاع هذا الار كولام بيزيد او بيزيد او بيزيد الماس هنا بتزيد ليه لان قلتلي 90% of the mass of the air موجود في هذه المنطقة طب لو واحد واقف هنا هتلاقي كسافة الار هنا اقل وبالتالي مش هيحس بالبرجر قوي لكن الجماعة اللي تحت دولت موجودين في المنطقة اللي فيها الدانستي بتاعت الار كبيرة وعليه الماس بتاعت الار كبيرة وده هيقدي الى انكريز الويت وانكريز البرجر كمان مرة بطريقة مختلفة كل منزل تحت اللينس بتاع الار كولام بيزيد بس مش اي كلام لا ده بيزيد وبتزيد معه الدانستي بتاعت الار كسافة الار هنا يا انا قوي فالناس اللي موجودة تحت هنا في منطقة كسافة عالية للار يبقى الدانستي بتاعت الار بتزيد هنا طيب وبالتالي الماس بتاع الار كولام طبعا بيزيد لان انت قاعد في ماس كسافة عالية وبالتالي الكتلة بتاعت الماس 90% of the air mass موجودة على ارتفاع سكستين تيلوميتر ده معناها ان معظم الكتلة بتاعت الار تحت يبقى لو نزلت تحت يبقى كده انا شايل 90% of the air mass يبقى انا شايل معظم كتلة الهوى يبقى انا عندي الويت هيزيد وعليه البرجر هيزيد تعال بقى نقولها بطريقة تانية مع الكتاب هنا بقى كده سوري مش هنا تعال نشوف بقى ويلا ايه هنا بقى ايه زا دانستي زا دانستي of the air اللي بيحصل له as we going above بنطلع ابا فوق سطح البحر طبعا كله ما اطلع لفوق الدانستي ديكريز ديكريز ليه لان سيادتك طالع في المنطقة اللي فيها الماس بتاعت الار اقل انا في المنطقة دي يا جماعة الدانستي بتاعت الار اكبر في المنطقة فيها 90% of the mass فكل لما اطلع لفوق بطلع للمنطقة اللي فيها الدانستي بتبقى قليلة وعليه لما بطلع above the sea level الدانستي بتاعت الار بتقل تمام طب لما نازل بقى to the sea level وانا نازل اه وانت نازل بتروح في المنطقة اللي فيها الدانستي بتاعت الار كبيرة فالماس كبيرة فالويت كبير فالبرجر بيزي طب هنشوف اكسرسايز دا from the absolute figure of the a of which point at which point في اي نقطة the atmospheric pressure is maximum عندي مين يا جماعة اه هم تجاب عليها اه تمام عندي السي طبعا انا عندي سي ليه لانا عندي السي اكبر اير كولم بتاعت الار كمان اكتر دانستي وبالتالي اكبر بريجر يبقى هنا عندي السي هنا بقى الار كولم انكريز الماس بتاعته انكريز وعليه الويت انكريز وكمان الدانستي بتاعته بتزيد ومن هنا نقول ان البرجر هنا اكبر لان scatter بيز 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 بقى يا جماعة هقول ايه goodbye tell c ci كولم. وعليه فيها اكبر ويت الار كولم. وعليه فيها اكبر بريجر الار كولم موجودة عندي هنا عندي سي ليفل. طيب عايز بقى ايه? المينموم اقل لقطة. اه طبعا واضحة من غير كلام هي البي. عكس اللي احنا قلناه كله عند البي. اقل لنس في الار كولم. اقل ويت في الار كولم. اقل بريجر. يبقى كلام مطلع لفوق. زالينس اوف زيل كولم ديكريز. سو. اتسي ويت ديكريز. وحتى هقولها كده فوق البيع زيادة. اند زا دانستي بتاعت الار ديكريز. وعليه. كل ده بيقل. وعليه. زا اتموسفيري بريجر ديكريز. طب وانت مقرب بسي ليفل. العكس. زا لنس اوف زا اير كولم انكريز. زا ويت اوف زا اير كولم انكريز. زا دانستي. اوف زا اير انكريز تاحت. وعليه الريجر بيزيد. تمام? طيب. نكمل يا جميع جماعة. هنا اللي حتة دي حلوة او اكسرسايز ده جميل قوي بيقول لي ايه? ده تبلي الريجر مع الارتفاع الارتفاعات. طبعا انا متجاوب عليه. قال لي تلاتة هنا الارتفاع 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 سطح البحر. عندي تلاتة كيلو. سكس كيلو ناين تويلف. وعندي الريجر تو هاندر سري. سيفر هاندر سرتي وان سي هاندر سرتي سري. فاي هاندر سري. طيب. انا باختصار كده جماعة اقول له ايه? اقول له خلي بالك ايه? اكبر ارتفاع. اكبر ارتفاع اقل بريجر. كلها مطلع لفوق فوق فوق فوق. اللينس بتاع الارتفاع 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 عد سري. اول حاجة برضو الارتفاع 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 عد سري. اول حاجة برضو الارتفاع 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 بتاعت وعليه عشان كده هي اكبر وباخد بقى بعد كده اللي بعديه هاكبر شوية في وهكذا وهكذا يبقى رتبتها حسب او بتاع عن كل ما بيزيد معناها بتطلع بعيدة عن معناها البرجر باير از از ايه الير كولم اللينس بتاع الير كولم ديكريز وعليه الويد ديكريز الدست بتاعت الير ديكريز وبالتالي كل ده يقدي الى ان البرجر بيقل العكس مع الاليفيشن اللي هو اقل الاسئتمنت اللي هي الديفايزز ويتش بيجور زي اتبوسفيريك بريجر عند اتنين بس بتقيس البرجر واحد اسمه اني رايت اني رايت والتاني اسمه التميتر واتزا اني رايت الاتنين يا جماعة بيقيسوا البرجر بس كل واحد بيقيس البرجر بيزد على حاجة او بيقيس حاجة تانية معاه بيزد على البرجر يعني اول واحد بيينز ايه بريرجر اه بس بيينز لواحد ايه ات توز الشمينز같ه بيس بول دي وزور دي وزور بس بل دي وزار يعني حالة التاكس خلال اليوم بس لكنه وايه بيزد اون بيزد اون يعني اه اا 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 الوزر بتاع التاكس بيعطن معتمد على البرجر يعني عاني انا اعرف النهار دا البرجر عامل ازاي? في المنطقة دي? وفي المنطقة التانية وفي الرابعة وفي الخامسة عامل ازاي? وعليه اتوقع الوزر هيكون ازاي? يبقى اول جهاز ده بيقيس بقدر اعرف الوزر بتاع الدي بيزد معتبت على الاتموسفيريك بريجر يبقى انا اول حاجة باعرف هنا البرجر ايه? وقلت بقى تعالى ده احتمال الجو النهاردة يكون كزا وكزا 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 بنقا على البرجر. ده اسمه اني رايد. ده جهاز تاني بيقيس برضو البرجر بس عليه باعرف ايه الاليفيشن اللي هو الارتفاع عن سطح البحر. طبعا كل لما باطلع لفوق البرجر دي كريز. فاقدر اقولك لما يكون البرجر كزا يبقى انت على ارتفاع كزا. ودي كلها مقاييس بتوع الاربليز بذلك يا جماعة الطيارين والحاجات دي بيقوا عندهم معلومات عنها. وعليها بيقدر ان هم يشوفوا كده انا اه 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 على ارتفاع كام بالنسبة للبرجر. كل لما باطلع لفوق البرجر بيقل بيحطهم معايير سبتة لما البرجر كزا تبقى انت بتاعك كزا البرجر كزا الاليفيشن كزا البرجر كزا الاليفيشن كزا واقدر اعرف ارتفاعي عن السيليفل بيزد اون ذا بريجر. انا بقدر من خلالها اعرف الاليفيشن بتاعي اللي هو ارتفاع عن سطح البحر بيزد اون بيزد اون معتمد على الاتموسفيريك بريجر. يبقى دول كده يا جماعة جهازين الاتنين بيقيسهم البرجر ولكن كل واحد بيقيس حاجة مع البرجر. الوزر بيسيباليتي بيزد اون بريجر. ثم الاليفيشن بيزد اون برضو البرجر. اه. موسيقى